موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم متتبعي القناة كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير انتم كتشوفوا اهل الفيديو ديال اليوم كما كنتشوفوا هذا توب الخيب وكما قلت لكم انا سوف نبدأ معكم سلسلة ديال كل شي يا ديال البيجاما يا ديال اي موديل طاح في ايدي قد نرفسه معكم للتذكير والناس الجدد اللي اول مرة كدخلوا للقناة باش يتبعوا معايا وضروري غيكون تفصيل في الشرح كما كنتشوفوا هذا توب عندنا توب الخيب ان شاء الله هندروا به الموديل ديال البيجاما هاي البيجاما اكتر طلبا بزرد زبائن كي يأخذوه كنتشوفوها لنا وكتكون دائما يفصل الصيف يفصل شتاء مطلوبة دائما كنتشوفو هذا الموديل ان شاء الله هنتابعوكم كاملين حتى الاخر الفيديو كما كنتشوفو البنات انا اخذت التوب وطويتو على العرض بحال هكا حرصا على شحل بغيت انا في جليل مثلا 45-50-40 على حسب انتشيح بغيتي هذا التوب فيه طول كثير من 1.5 متر اذا كنتشوفوه بانه وطيح كثير اذا سوف نبدأ الفصلة دائما كنتشوفوه هنا ايضا 45-40 ساعتم اللي اخذينا في جليل سوف نبسط له 1-4 ساعتم من المكينة ونحن نخذ الطول الكلي من هذه السيدة وهو 1.42 متر هذا هو 1.42 متر هذا هو 1.42 متر هذا هو 1.42 متر ساعتم سوف نخذ الكتاف المقسومين على 2 متر 1 متر وهو 2 متر ونخذينا 22 متر 1 متر اضافة ثامنا لدينا الحياة الزم منا قratsة بعدها ثانيا أخذ الأ primera سوف نقوّر الخلف بـ 2 سنتيمة سوف نقوّر الخلف بـ 16 سنتيمة سوف نقوّر الخلف بـ 10 سنتيمة نقوّر الخلف بـ 8 سنتيمة سوف نقوّر الخلف بـ 18 سنتيمة سوف نقوّر الخلف بـ 30 سنتيمة سوف نقوّر الخلف بـ 32 سنتيمة ثلاثة سنتيم ثلاثة سنتيم لان مني نجرر هذه السنتيم التي نجررها تعطي لك تكمش هنا لذلك تقوير التلكيز لا تدخل هنا بالزر يعني نزيد تلك سنتيم لكي نجد هذه نأخذ التلكيز خمسة وعشر سنتيم نهبط باثناشر سنتيم في القاعدة لا نصدر حزان لكي نجد الحزان 12 سنتيم لكي نأخذ 29 سنتيمتر يعني سنتيمتر 24 سنتيمتر لكي نجد الحوض 185 سنتيمتر يعني يوجد 36 سنتيمتر والجليل 45 سنتيمتر تحديث منذ أولا كانت تلكيز منذ أولا كانت تلكيز في الأمام يعني ندخله في الأمام بالنسبة لكي هذه البجامة لم تدخل في الخلف لأنها تدخل بلسي يعني تلكيز تقويرها تدخل تدخل لكي تقوير يعني لا تحتاجيش الدخل فيها نتيجة تبصد أن تقطعته توقف بعد أن تحتاج إلى 45 سنتيمتر لكي نقوم بلاد تقوير 40 سنتيمتر وصرت في هذا التوب تقوير قليلا يمكننا الهبط الثوب الثوب باما لانه يمكننا التحديد من الهبط الثوب يعني كي يطوال يعني كي يروني وليس هو مجنو كيف يرونيه بطوال وكيف يرونيه بطوال 4 سنتي بطوال الثوب الثوب نضع الزوائد نضع الزوائد نضع الزوائد نضع الزوائد سوف نضطيع السибير السبب اضع كل الهيئ لك وضع كل الهيئ لك وضع كل الهيئ و تقوري بحالة تماما في هذه الطريقة تذهب مع الهيئ تحييه و تأخذ العرض و تأخذه و تراصيه و تصبح هذا الطبطين الخلف سوف نشر الطبطين أنا مصنعي هذا نقوم بحالة قوم بتقيل الدم و نقوم بتقيل الأمان و نقوم بتقيل الدم و تكتشف مع الدم والتقوير و تقيل الدم والتقلد جميعه نضع الطرس و تبلغ اجيل الامان انتم بالمنات دي بغض نقور الحركة نظيف الامان ونقرد محقك هذا الشجن الامان نضيفه بغض نقرد الخلف كما تشاهدون عندما تفصلنا الأمام والخلف والتقطين بجوش لديه الأمام والخلف لذلك سوف تنجزون الكومي هل سوف تنجزون البنات بما أنه التوب كثير كما قمنا بحلها نقوم بحلها بحلها نقوم بحلها بطريقة لكي يبقى لنا هذا الطرف ربما تستطيعون بأنه شعر أي شيء تستطيعون منه سمع لذلك نقوم بحلها بحلها يجب علينا بالبناء بالبناء الكبير على أشكل كتير سأضغط 6 سنتين بالبناء سأضغطها بأنه 55 سنتين ونأخذ 5 سنتين على البناء والتركيز 14 سنتين 20 سنتين بما اننا عدنا لسيك اللي جمعينا تقويرها لا أريد أن نخدم لكم التركيز بالبروكي سوف نضيف كموديانة لا تستطيع التركيز كموديانة نضيفها من النصف و نضيفها 1 سنتين في هذه الطريقة وصلت إلى 14 سنتين سوف نضيفها حتى نضيفها كموديانة هذه هي البيجامة هذه هي البيجامة في الفصارة سوف نخيطها بالطريقة عصرية و سوف نوريها لكم البنات كما ترونها هي الكندورة والبيجامة هذه كما ترونها كما ترونها كما ترونها كما ترونها حتى نضيفها كما ترونها كما ترونها ثم نضيفها كما ترونها ترونها حسب الضوء نظرها فقط و إلى الدرس القادم إن شاء الله